أربعة وعشرون ألفاً ومئتان وسبعون طلب حج تلقته وزارة الأوقاف في الفترة التي أعلنتها لاستقبال الطلبات أو طلبات الحج الشهر الماضي حيث سيتم إعلان القوائم النهائية لهم مطلع أذار بحسب ما أعلنت وزارة الأوقاف وفقاً لخطة الحج المعدة لهذا العام المزيد من التفاصيل في التقرير التالي أكثر من أربعة وعشرين ألف طلب حج استقبلته وزارة الأوقاف في الفترة التي أعلنتها لاستقبال طلبات موسم الحج الحالي 2016 سيتم اختيار 5600 متقدم منهم لأداء مناسك الحج ضمن خطة أعدتها وزارة الأوقاف وعملت على تطويرها بحدف تحسين جودة الخدمات هذا العام والتي أعلن عنها وزير الأوقاف الدكتور هايل داود خلال مؤتمر صحفي الظهر اليوم أسس الاختيار التي تعتمدها الوزارة لاختيار الحجاج بدت واضحة بحيث تم تخصيص نسبة 75% من الكوتا لكبار السن ونسبة 25% للقرعة بين المتقدمين الذين لم يشملهم شرط السن فعرضنا أولا الأسس المعتمدة في اختيار الحجاج وهي عبارة عن 10% من حصتنا للمدخرين في صندوق الحج ثم العدد المتبقي بعد ذلك بعد الكوتات الرسمية لـ 75% على معيار السن وـ 25% على أساس القرعة للـ 15 سنة التالية لمعيار السن إن شاء الله خلال شهر أربعة بإذنه تعالى سيتم إصدار أسماء الحجاج وهذا الحقيقة أبكر موسم يتم في إعلان الحجاج في مثل هذا الوقت أما عن فئات السكن فقد تم تحديد ثلاث فئات للشقق التي سيتم استئجارها من قبل المكاتب والتي تتفاوت في الخدمات ومواقع الإقامة بالنسبة للحرم بشكل يراعي جميع المستويات المادية للحجاج فيما سيتم اعتماد أسلوب رقبي جديد يتشارك في تنفيذه ومتابعته الوزارة وممثلين عن مكاتب الحج للحد من المخالفات التي يدفع ثمنها الحجاج وبخصوص توعية الحجاج قبل السفر إلى الديار المقدسة وأثناء وجودهم فيها فقد أعدت الوزارة برنامجا لتهيئة الحاج لتأدية مناسك الحج وتعريفه بقواعد الصحة والسلامة قبل انطلاق قوافل الحج التي ستكون أولاها في الخامس والعشرين من ذي القعدة ترجمة نانسي قنقر